مرد الدكتور مصطفى مدبولي كمان كان عنده اجتماع تاني لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي أساحل الشمالي استهل الاجتماع بالتنويه أنه جرى إعداد تصور شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بهذه المنطقة وتصنفها وأليات التعامل معاها وأنه بعد كده يتم عرضها على رئيس الجمهورية تمهيدا لبدء التنفيذ على الفور خلال الاجتماع كان في استعراض للأعمال اللي انتهت لها اللجنة فيما تعلق بتقسيم كل التصرفات طبقا للتعامل القانوني اللي سيتم مع هذه التصرفات وتقسيمها على أو إلى الأراضي بحسب نسب التنفيذ بها اللي بتتراوح ما بين صفر لثلاثين في المية وأراضي نسب تنفيذها من واحد وتلاثين لخمسين في المية وفي أراضي كمان نسب تنفيذها بتتراوح من واحد وخمسين لسبعين في المية وأراضي تانية من واحد وسبعين لتسعة وتسعين في المية